اشتركوا في القناة جواب واضح أول من وقبل كل شيء قرار حضر التجول الليلي ماشي جديد اتخذناه منذ فترة طويلة احنا غير استمرنا فيه كان من قبل حضر الأنشطة إلى الأنشطة الضرورية بطبيعة الحال الأنشطة لضرورة بالليل ركت السلطات تعطي عليها التراخص الضرورية بطبيعة الحال الأمن رجال الأمن الناس الصحة وغيرهم والأنشطة الضرورية ركت السلطات وكتسمح بها ولكن اللي ماشي ضروري سيقف بالليل وبالتالي هو إجراء معمول به منذ شهور وأتبت نجاعته وأيضاً كثير من هذا الشيء معمول به في عدد من دول العالم ويمكن نقول نحن من الدول السباقة لاتخاذه في العالم والآن الدول والذات كانت ترجعها كتديروا لماذا؟ ممكنش توقف الاقتصاد مية في المية ممكنش تسمح بالناس تجولوا مية في المية إذا نخصهم يسمحوا النص ويخليوا النص وإذا نرجع إلى النقطة ومن الضروري الاستمرار في هذا الحظر الليلي حتى نقضيه على هذه الوضعية الوبائية تانياً تانياً الحركية دي الفيروس ودي الوباء مرتبطة بالحركة دي الناس باش ما كيتحركوا الناس كينتشر الفيروس علاش؟ لأن واحد إلا عنده الفيروس كيتختلت بالناس كيعاديهم وما عرف طبيعة الحال أنتم تعرفون الفيروس دائماً هناك مرحلة حضانة لا يعرف فيها الإنسان بأنه يحمل الفيروس ويعدي دون يعيف الناس وقد تطول مرحلة الحضانة قد تطول يمكن تكون أسبوع يمكن تكون كتر يمكن تكون كتر يمكن يكون الإنسان يتصب بالفيروس وما عليش أعراض كثيرة وما عرف شرسه قاع ما دار لتحليلات مواله وهو كيعادي الناس فلذلك خصناً نقصو الحركة دي الناس تجربة الدولية الآن الدولية الآن طبعاً لما نحضر في الدول لا نحضر في الأسماء دي الدول ذهبت إلى هذا الحضر الليلي لماذا؟ لأن الحركة دي الاقتصاد ودي الاجتماع ودي التعليم ودي الناس أكثر يدي لها بنهار ممكنش نقفو النهار إلي نقفو النهار قد ينهار الاقتصاد إذا نقفو الليل إذا ما قفونا النهار نقفو الليل فكان نقفو الليل على أسس أن التأثير الاقتصادي لتوقيف نشاط المجتمع بالليل أقل بكثير والاقتصاد يتحرك بالنهار فذهبت تجربة الدولية في هذا المجال وهذا الشيء بنيني احنا منذ الشهور وأتبت نجاعته فلذلك احنا مستمرين فيه الفيروس يتحرك بالليل وبالنهار ولكن احنا مقفين بعدها هذا الليل ما يتحركش فيه ببه والنهار خص الإجراءات الاحترازية كل واحد يدير الاحتياطة وأذكره أنا بقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاجا نحافظ على المعاج ديال النهار وهذا ديال الليل نصبر عليه حتى نقضيه على هذا الوباء إن شاء الله على الرغم من كلفته على المواطنات والمواطنين اشتركوا في القناة